طيب تناول الطعام الحار لعبتي بقى هم بنا الحار جدا طبعا موت فيها يعمل ايه عشان كده ما بتعصبش بقى اضافة بيقولوا بقى او اضافة الكتير من الشطة للأكل سبقت ان ده احسن طريقة نكحة جدا للتحكم في الغضب هل ممكن تعمله كده يعني مكن شطة كتير تهدي غريبة زي اه ان الشطة ازابتت ليه في اللي بيحصل لك من الشطة او بتطلعي غيزة في وجع اه لأ مش وجع يعني او لا الشطة لا مش مش هنا المنطقة ديه بتنزلي جموع فبتطلعي غيزة كي ممكن في بتورهاقي يعني اه او 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 اه ودانه بتحمرة انا مرة دخلت المستشفى بسبب الشطة لا ازاي اخذ المستشفى جالي اه تهف المعدة جديد عادت كنت مسافرة في المغرب وهم حياة ما بيعملوش شطة انا اللي قلت له هتوي طبق الفلفل الحرائل المتقطع ده أنا بروح دلقفوا الطبق حتى كان معي عبير منير ولقاء سويدان وعدوا يتخانقوا معي يا بنيت ايه بتعملي ايه بتعملي ده فعدت الأسبوع باكل شطة بالأكل فوصلت مصر يا دوبك صورت كان عندي مما اش هتصورته ورجعت ورجعت على بعد الدوب باخد طبق شربة خضار بقى الأكل بتاعي اللي عايتي بقى باكله خلاص رجعت اللي نورمال وانا بقى خدت شربة الخضار من انا عرفة اللي على قدها في حساب وسألي عبير بقى حصل لي يعني بقى عبيرت المستشفى انت كنت تصوري معنا كلام ستات اه 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 وعدتي فاطوة تعبانة جدا في كلام ستات وانت بقى حالة الشطة كتير قوي دي دلك كنت في مستشفى حالة اعياء تامي يعني من فقوة يعني دي 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 ايتي وانت بقى في التوقيت ده كنتي حاسة ان شطة ديم هتدياك يعني ولا لا ايه بتحببها ايه ايه برسك معنا بتهالي الكلام ده برضو مش حقيقي قوي يعني فيه شعوب بتعشق الشطة وتهواها وتحب الاكل السبايسي بس مايه شعوب هذي يعني شعب المكسيكي مثلا والهندى والهندى ايه هندى بوهار مش شطة بس مهار حرق يعني ايه حتى قرن الشطة ده جنب التاكو الله واحدة من ثقافاته بس ماهو مش عمي هذي يعني وكيوت ولطيف لا اهو بيته يعني هو بيهو حلو في اللحظة الغضب يعني وقت ما تكوني غضبانة انك يزهر الشطة بتعرف بتديكي خطة تفواكك واشتر